هنأ مجلس رؤساء الكنائس في الأردن سيادة الأسقف حسام نعوم رئيس الأساقفة الجديد للكنيسة الإنجليكانية الأسقفية في القدس وذلك بمناسبة توليه الرئاسة الأسقفية واستلامه عصر رعاية في المدينة المقدسة جاء ذلك في لقاء جمع رؤساء وممثلي الكنائس في الأردن في دار مطرنية الروم الأرثوذكس بعمان وفي كلمة ترحيبية لسيادة المطرن خريستوفوروس عطلة مطرن الأردن للروم الأرثوذكس عبر فيها عن فرحه الكبير لتولي الأسقف حسام نعوم منصبه الجديد من جهته أعرب سيادة الأسقف الجديد عن شكره الجزيل لحصن الاستقبال مؤكدا أن الكنيسة هي بمثابة الجسد الواحد وعلينا جميعا التعاون في خدمة أبنائنا المؤمنين والحفاظ على الوجود المسيحي في بلادنا المقدسة العناية الإلهية هي جابتك بهذه المرحلة حتى نقدر أن كلنا مع بعضنا البعض كجسم واحد أن نقدر أن نواجه كل المصاعد اللي أعمالها بتوجهنا في هذه الظروف الصعبة ومن خلال وحدتنا اللي هي بتعزز وبتثبت الوجود المسيحي نقدر أن نقوم برسالتنا الروحية اللي تعطي أمل لبلادنا المقدسة ولأبنائنا ولأبناء مجتمعاتنا من جهة ومن جهة تانية تقدر تثبت والدعم واستمرارية وجودنا المسيحي اللي هو مهم في هذه البلاد المقدسة زي مجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم دائما بيأكد على الوجود المسيحي في الأماكن المقدسة في الأردن وفي بلادنا كلها المقدسة كوصي للأماكن المقدسة فهذا كله هو اللي بعطينا مسؤولية بيحملنا مسؤولية حتى نقدر نحن كمان ملتفين حول قيادته ونحن مع بعضنا البعض ككنائس حتى نكون بدورنا اللي واجب علينا في هذه المرحلة وطبعا أنا كمان بحب بس أثني على اللي حكيته سيدنا قديش هلقدي مهم تحت القيادة الهاشمية الحكيمة جلالة الملك عبد الله الثاني وإحنا فعلا محظوظين بالأدس إنه تكون الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية هذا بعطينا أمان أمان مش بس سياسي ولكن نحكي عن استقرار روحي استقرار ديني اللي بنعرف إنه فيه ظاهر إحنا من شد حالنا فيه فمنشكر الله على محبة الأردن على محبة العائل الهاشمية وكمان على محبة إخوتنا رؤساء الكنائس وممثلين رؤساء الكنائس في الأردن اللي هي كمان مرة منرجع منحكي إحنا منحكي عن جسم واحد فمحبتنا لسيدنا ثيوفيلوس لسيدنا فيرباتيستا والبطاركي ورؤساء الكنائس اللي إحنا بجسم واحد نشتغل مع بعض ونخدم مع بعض من أجل حضور المسيحي فأنا بشكركم شكر قلبي لاستقبالكم اليوم إلي وإخوتي زملاء الرعاة وعلى دايما إحنا يعني ما اختبرنا إلا كل هاي المحبة اللي فعلا بتفرجي لحمتنا مع بعض اتحادنا مع بعض ورسلتنا الوحدي اللي هي رسالة السلام والمحبة لكل الناس كما أقيم قداس شكراً وحفل استقبال في كنئسة الرعية في جبل عمان كنيسة الفادي الإنجلية الأسقفية العربية حضره عدد من رؤساء الكنائس وكهنة الرعاية وجمع من الأصدقاء وأبناء الرعية المسيح قام حقاً قام ونحن شهود لذلك أنا الأدى مبسوط اليوم أن أكون في الأردن الحبيب أكون وسط أهلي وأحبائي وناسي اللي أنا بعتز فيهم ومحبتهم ودعمهم الدائم الواحد اللي ما بيجي على الأردن زي ما حكيت اليوم الصبح هو بيصير يتنفس برئتين بدلا بيكون يتنفس برئة واحدة الأدس وعمان هم رئتين لجسم واحد وأنا الأدى مبسوط أني قدرت أجل يوم بعد غياب أكتر من سنة بسبب الجائحة حتى نكون مع رعيانا مع مؤسساتنا وفي هذه الزيارة اللي هي أول زيارة إلي بعد التنصيب اللي صار يوم الخميس الماضي في عيد السعود بحسب التقويم الغربي والتنصيب صار في احتفال كان متواضع بعد الشيء بسبب الوضاع الأمنية كمان إضافة لجائحة كورونا بنفس الوقت أنا اليوم جيت بعد التنصيب مباشرة حتى أكون زي ما حكيت وسط أهلي الصبح كنا في زيارة كمان مباركة عند سيدنا خريستوفوروس بمطرنية الروم الأرتودوكس مع رؤس الكنايس وممثلين الكنايس في الأردن الحبيب واليوم المساع مننا خدمة شكر بمناسبة التنصيب وأول زيارة رعوية إلي وإن شاء الله أنا بطلع كمان للمستقبل القريب حتى أجي في زيارة رسمية للقاء مع جلالة الملك ومع الرسميين في المملكة حتى إحنا كمان نتبارك بهالأرض المقدسة ونجيب بركة الأدس معنا وإحنا كمان مرة منحب عن جد نثمن من كل القلب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية على دعم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه للحضور المسيحي فيه مش بس بالأردن إحنا نعرف إنه الملك بدافع عن كل الحريات وعن كل الأشخاص في المشرق الجريح وكمان مرة من القدس سلام لعمان المسيح قام حقا قام وربنا يبرككم ويكون معكم